استعدت مدينة عين صالح اليوم هدوءها بعد 48 ساعة من الموجهة العنيفة بين المحتجين على استغلال الغاز الصخري ومصالح الأمن وجاء ذلك بعد اللقاءات التي جرت بين سلطات الأمنية المحلية بمدينة عين صالح ومثلين عن المحتجين حيث تم الاتفاق على استدباب الهدوء وعدم اللجوء إلى أعمال الحق والتخريب كما تقرر عقد اجتماعات على مسوى الأحياء لإزالة الاحتقان وبشرة لجنو الأحياء اتصالات لإعادة فتح المحلات والمدارس وكشف مندوب عن المحتجين أن اجتماعا عقد أمس بين ممثلين عن المحتجين وقائد القطاع العسكري حيث تلقوا تطمينات مباشرة من ممثل سلطة العسكرية بتوقيف كل أنواع الصدام المباشرة بين المحتجين وقوة الأمن ودرك